طلبت ديليفري وعايز تعرف ايه الاجراءات اللي لازم تعملها عشان تخلي اكلك نضيف من اي عدوة اولا لازم ما تمسكش اي كيس او اي سطح بايدك لان الكيس او السطح ده ممكن يكون ملوص بالعدو الصح وانت بتستلم الباكيج او اي حاجة من اي حد لازم تكون لابس بلافز عشان نقلل تداول الفلوس على قد ما نقدر يستحسن ان احنا ندي فلوس الاكل كاملة علشان ما نضطرش ان احنا ناخد البل دلوقتي بعد ما استلمنا الاكل هنفضي كل حاجة من الباكيجينج اللي عليها في صناية ينفع انها تدخل الفرن عشان هنسخن الاكل تاني مع العلم ان فيروس كورونا او كوفين ناينتين حساس جدا للحرارة ومش بيتنيل اصلا عن طريق الاكل وده اللي اكدته الاف دي اي ولكن هنسخنه كاجرارة احترازة الافضل من اننا نرمي الباكيج في الباكيج على طول اننا نحطها في كيس عندنا متأكدين من نضافته الاول وبعدين نرمي البلاوز ونقف الكيس كويس ونحطه في البصل علشان اي حد من عمال النظافة نضمن انه ما يتنقلوش اي حاجة لاننا بنتعامل اكايم كل شخص مصاب ودي افضل طريقة للوقائي طبعا غسيل الايدين حتى لو ملمسناش اي حاجة خطوة مهمة جدا اي نوع من الصبون هيفي بالغرض لكن الاهم من مدة غسيل الايدين سيكون عشرين ثانية او زيادة نيجي للخطوة الاخيرة وهي تسخين الاكل في الفورد في درجة حرارة مية وستين درجة سيليزيس لمدة عشر دقايق او اكتر درجة الحرارة دي كافية جدا لقاتلي اي فيروسات واللي منها فيروس كورونا اللي بيموت عند درجات حرارة يقل من كده بكتير ده حسب كلام المختصين مع العلم اللي زي ما قلت ما سابتش لحد الوقت اي حالة تصابت عن طريق الاكل وده حسب كلام الاف دي اي